بداية مهمة والبداية بالزمالك واستقالة عضو المكتب او اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك الكابتن ابراهيم عبدال الحقيقة انه معلومة كانت مهمة بالنسبة لي انه لم اكن اعلمها انه اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك هي معينة من قبل الوزير وهي بقرار وزاري ايضا اللجنة التنفيذية جاءت بقرار وزاري يعني اللجنة التنفيذية ليست مشكلة من قبل مجلس الادارة هي مشكلة بقرار من السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي البيان اللي نزله كابتن ابراهيم عبدالله كالتالي انجاز التعبير اللي اعلن فيها عن استقالته على صفحته على فيسبوك قال اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمتي باللجنة التنفيذية لنادي الزمالك الحبيب اعلنت بالامس قرار مجلس ادارة الزمالك بعدم لعب مباريات دور السلة لحين رد مجلس ادارة اتحاد كورة السلة على تظلم الزمالك ابلغنا الجهاز الفني بهذا القرار امس واكدنا على القرار قبل المباراة بساعة واحدة ثم فجئت باقامة مباراة الفريق امام سبورتنج ومشاركة الفريق فيها لنا اقبل ان يكون الزمالك مظلوما ونترك حقه اشكر مجلس الادارة الذي يعمل باخلاص من اجل رفعة اسم نادي الزمالك الحبيب بالطفيق للزمالك واعتذر عن اي تقصير هكذا كانت الكلمات التي اعلن فيها كابتن ابراهيم عبدالله استقالته من منصبه كعضو للجنة التنفيذية فيها اسباب معلنة ولكن في كلام كتير بيتقال منذ ان تم الكشف عن هذه الاستقالة اسئلة واستفسارات وكلام من نوعية اه كده تشعر بقى انه اللجنة هتمشي كده يبقى كابتن ابراهيم عبدالله بنط من المركب كده وبقى فيه تفسيرات كبيرة وكتيرة جدا لا سيامة والزمالك برضو عنه ماتش مهم بكرة فنعرف بالضبط ايه الموضوع وايه القصة وايه اللي حاصل لانه الموضوع مبارح كان فيه مجهودات كبيرة جدا جدا لحين الافراج عن يعني مشجعي نادي الزمالك بعد الازمة الاخيرة اللي كانت حصلت وكان متواجد الكابتن ابراهيم عبدالله وكان متواجد الليو عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي زمالك لحد ساعات متأخرة من مساء الامس للافراج عن الاولاد اشتركوا في القناة